موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا الأعزاء عودنا ولينا في فيديو جديد وخاصة هذه الفيديوهات مخصصة لمراجعة الوحدة الثانية في الجيولوجيا أكملنا فيديو سابق من المراجعة درس دلائل حركات التباعد ثم في هذا الفيديو انتقلنا إلى دلائل حركات التقارب أولا كيف يتم تفسير حجم عدم زيادة حجم الكرة الأرضية ما معنى ذلك؟ اسمعه على مستوى الظهرات يتم بناء اللوح المحيطي يعني اللوح المحيطي راه يتبنى ما دام اللوح المحيطي راه يتبنى مع انت راه يزيد حجم اللوح المحيطي وهذا اللوح المحيطي هذه الصفحة المحيطية موجودة في الكرة الأرضية ما دام زاد اللوح المحيطي بطبيعة الحال يزيد حجم الكرة الأرضية إلى أننا لا نجد زيادة لحجم الكرة الأرضية بل بقي حجمها ثابت فما هو سبب الحفاظ على نفس الحجم للكرة الأرضية رغم نشاط الظهرات وزيادة اللوح المحيطي خلاص اسمعني مليح اسمع على مستوى مناطق مقابلة لمناطق التباعد خلاص هاي لك الظهرة كونسنتر معي ها هنا مكان الظهرة أي تعمل هذه المنطقة يتم فيها التقاء لوحين يعني هذا اللوح مع لوح آخر يمكن يكون محيطي يمكن يكون قاري خلاص كما هذا قاري لاحظوا معها، ماذا يحدث في هذه المنطقة؟ في هذه المنطقة من ما هذي منطقة تقارب يعني يعني هذه تتجه في الاتجاه وذي في الاتجاه أما هذي عبارة منطقة تباعد خلاص في هذه المنطقة تباعد في المنطقة المقابلة لمنطقة التباعد المتمثلة في منطقة تقارب يتم غوص fifty handful المحيطية speech تغوص تحت الصفيحة القرية شيخ وإذا كانت عندنا صفيحة محيطية ثانية آيلي ما أنت هذه التجيب في هذا الاتجاه وهذه أيضا في هذا الاتجاه يعني ماذا هناك حركات تقارب ولكن بين صفيحة محيطية ومحيطية أيضا تغوص الصفيحة المحيطية لكن الثقيلة إذا قلنا هذه الثقيلة معناها هي اللي رايحة ماذا تغوصها خلاص لحظة معي يعني أستاذ في أماكن مقابلة لأماكن التباعد وهي الأماكن التقارب يتم غوص الصفيحة المحيطية الثقيلة هايليك يتم غوص الصفيحة المحيطية الثقيلة هايليك تحت الصفيحة الطافية الأقل ثقالا شيخها لا أقل ثقالا لأن كثافتها أقل من الصفيحة المحيطية التي غاصتنا سمعني مليح كو سونتري معي هايليك هذه الزيادة اللي زادت نتيجة ناشاط الظهرة ويصرالها غنصت في بطن الأرض وبالتالي سوف يتم هدمها يعني زوائد ناشاط الظهرة هالك عاقبتها هي الهدم على مستوى مناطق الغوصة يعني يتم هدمها نتخلص منها إماجيني معي لو كما كاش ظاهرة الغوص ويش رو ريح يسرم اكتش هذه الصافيحة ريح تطبع هذه الصافيحة يعني حجم الكرة الأرضية رو ريح يزيد معناها عدم زيادة حجم الكرة الأرضية نتيجة ظاهرة الغوص ويش نقدر نقوله هالك تفسير عدم زيادة حجم الكرة الأرضية رغم بناء اللوح المحيطة وحدود حركة تباعدة ويش نقدر نقوله هالك في أماكن مقابلة لأماكن من التباعد والمتمثلة في أماكن التقارب ويش يسرى فيها؟ ها تحدث ظاهرة الغوص ها تحدث ظاهرة الغوص بغوص صافيحة محيطية شيخ يمكن تكون قرية؟ لا يمكن دائما نقوله بغوص صافيحة محيطية بغوص صافيحة محيطية ها أكبر ثقالن خلاص أكبر ثقالن على عن كثافتها مرتفعة مرتفعة ها أكبر كثافة أكبر كثافة على ذيك ثقالتها كبير ها يعني مقارنة ما بين صافيحة طافية وصافيحة غايصة تحت صافيحة قارية أو محيطية طافية ها يعني أقل ثقالن خلاص أقل ثقالن أقل ثقالن من ماذا؟ من الصافيحة الغايصة خلاص هايليك واش نقدر نقول لها أيضا أقل كثافة أقل كثافة أيضا خلاص ثقال عنده علاقة بالكثافة ها مما يسمح بهدم اللوحة المحيطي الغايصة وبالتالي التخلص من نواتج بنائه على مستوى الظهرة على مستوى الظهرة وينتج عن ذلك عليك تضاريس ها مختلفة ها وزلازل وزلازل خلاص نتوقفه في هذا المكان هاي ضوق التضاريس والزلازل نحن نوصلو لها وندرسوها نجو بالنسبة لمستوي بنيوب خلاص بالنسبة لمستوي بنيوب اسمع نمليح في أماكن غوص صفيحة تحت صفيحة في تلك الأماكن تحدث ماذا؟ هايليك يتم ماذا؟ حدوث عدة زلازل تشوف هذه الصفيحة لما تغوص تحت هذه الصفيحة هايليك هذه الصفيحة كتجي تغوص تحتها يحدث احتكاك للصخورة ينجم عن هذا الاحتكاك زلازل اسمع هذه الزلازل ماذا السطحية؟ بؤر انطلاقها بؤرة زلزلية منطقة انطلاق الزلزال ها اللي تكون في الأعمار اسمع بؤر انطلاقها تزداد ماذا؟ عمقا كلما اتجهنا من المحيط إلى القراءة كلما اتجهنا من الحافة هايليك الناشطاء أو من الخندقة باتجاه الصفيحة الطافية كلما بعده كلما تزيد البؤرة الزلزالية خلاص لكن هذه الزلازل لم تكن عشوائية لم تكن ماذا غير منتظمة بل انتظمت في شكل مستوي يدعى ذلك المستوي مستوي بنيوف شيخة انا فهمت حاجة على حساب قولك ان هذه الصفيحة الصفيحة الغائصة الاماكن اللي راي تغوص فيهم رايحة تحتك مع صخورة الصفيحة الطافية تطين الزلازل يعني هذه النقاط الحمرة عبارة عن بؤر للزلازل والعمق انتيحهم كلما ننتجهم من المحيط نحو القارة كلما يزيد العمق شيخ نفس الشيء يعني هذه الزلازل ما كانت هكذا غير منتظمة لا لا كانت منتظمة في شكل مستوي ها وليك هذا المستوي ها وليك هذا المستوي وهذا المستوي راه فاصل بين الصفيحة الغائصة والصفيحة الطافية يعني أستاذ واش نقوله واش نقدر نقوله هالك تتميز مناطق الغوصة بزلازل خلاص بزلازل يزداد عمق ها يزداد ماذا؟ عمق بؤارها هالك يزداد تزداد عمق بؤارها يزداد عمق بؤارها كلما اتجهنا من المحيط أو نقدر نقوله من المحيط ولا نقوله من الحفة النشطة هذه الحفة النشطة من المحيطة نحو من المحيطة نحو القارة خلاص ها حيث تنتظم في شكل مستوي يدعا يدعا حيث تنتظم هذه البؤر في شكل مستوي يدعا مستوي بنيوفا مستوي بنيوفا عليك يفصل بين الصفيحة الغائصة 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 والصفيحة الطافية والصفيحة الطافية يعني استاذنا فهمت حاجة؟ من دلائل حركات التقارب مستوي بنيوفا من دلائل حركات التقارب لو كان ما كاش حركة التقارب ما عندناش هذو الزلازل يعني وجود الزلازل وجود بؤر الزلازل منتظمة في شكل مستوي دلالة على أن هناك حركات تقارب بعدها ننتقل إلى درجة ميل مستوي بنيوفا ونوع الصفيحة التيكتونية الطافية والغائصة اسمعني مليح درجة ميلة مستوي بنيوفا اسمع درجة ميل مستوي بنيوفا عدنا نوعين خلاص عدنا يمكن تكون درجة خمسة وأربعون درجة ويمكن تكون تسعون درجة مئوية أنا أستاذ ما فهمت شركت تقصد اسمعني مليح هذه الصفيحة الغائصة والمتمثلة دائما في الصفيحة المحيطية خلاص هذه أيضا محيطية هذه محيطية وهذه قرية هذه الصفيحة المحيطية واللي راهي دائما في حالة غوصة خلاص عليك غائصة هذه غائصة أما هذه الطافية وهذه الطافية اسمعني مليح هذه الصفيحة لما تغوصة انظر معي كيف تغوصة إذا كانت ماذا الصفيحة الطافية المجاورة لها قرية لا تغوصة بزاوية تسعين درجة كما هنا بل تغوصة بزاوية خمسة وأربعون درجة مئوية وإذا كانت الصفيحة الطافية هي صفيحة ماذا محيطية كمثلها تغوصة بدرجة تسعين درجة مئوية وأحدث تغوصة كانت محيطي يمكن فهم ثقيلة 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 هنا تغوصة اذا كانت محيطية ركزة بزاوية تسعين درجة مئوية لاحظوا معي 유튜�رة اذا كانت هذه صفيحة قرية ثقيلة هيا اظه كيف تغوص لغض معي ما تغوص ش هكذا 90 درجة رايح تغوص بزاوية 45 درجة مئوية خلاص يعني أستاذ إذا صبت بلي زاوية ماي المستوي بنياب 90 درجة مئوية دلالة على أن الصفيحة الطافية هي صفيحة محيطية وإذا صبت بلي درجة مي المستوي بنياب 45 درجة مئوية دلالة على أن الصفيحة الطافية هي صفيحة قرية شيخو الصفيحة الغائسة دائما وأبدا تكون صفيحة محيطية يعني أستاذ وش نقوله 45 درجة مئوية نقدروا أن نمثلوها يعني آيليك 45 درجة مئوية آي صفيحة آي صفيحة الثانية ولا نتسين درجة مئوية نقدروا أن نمثلوها هكذا هاي لك خلاص احنا يا آيليك الزاوية ولا نلاحظوا معي الزاوية خلاص ها وش نقوله إذا كانت 45 درجة مئوية وش نقوله يحدث ماذا غوصة صفيحة محيطية تحت صفيحة قارية وإذا كانت 40 درجة سيكون عندنا غوصة صفيحة غوصة صفيحة محيطية تحت صفيحة قارية تحت صفيحة محيطية أيضا محيطية خلاص هم هذه قارية وإذا كانت محيطية زيت أسمع نبليح الصفيحة المحيطية أكبر ثقلا ما أنتنا قدر نقوله ثقل ها شكون لي ثقل تحت كبير ها شكون لي ثقل اللي تكون غائصة عائل هذه اللي تغوص داعمي هي الأكبر ثقلا وهنا يا عدنا الثقل آا شكون لي ثقل اللي تغوصة هي أكبر ثقل ثقل الصفيحة المحيطية ماذا الطافية أقل من ثقل الصفيحة المحيطية ماذا الغائصة عصا دائما وابدا هكذا خلاص هذه علامة اكبر سبب انجو نشوف اسمع اذا اعطني التضاريس يا استاذ التضاريس الناتجة من هذه الظاهرة الغوصة اسمع التضاريس مختلفة فاذا كانت صافحة محيطية او صافحة قارية هي الطافية تختلف التضاريسة اسمع في هذه الحالة وهذه الحالة ري عدنا تضاريسة مختلفة واشنو هي هذه التضاريسة اسمع ينتج ينتج عن ماذا عن الغوصة ماذا ينتج عن الغوصة ماذا ينتج عن الغوصة تشكل سلاسل جبلية بركانية ها ينتج عن الغوصة ماذا تشكل جزر جزر بركانية جزر بركانية ولا نقدر نسموهم قوسة قوس من الجزر البركانية وين يكون هذا ايضا على ها على مستوى الصفيحة الطافية خلاص زائد ماذا زائد زائد اللي يكون بين الصفيحتين اسمع شيخ زيد وضح لي احسن اسمع هاي لك الصفيحة ها اللي رأيت اللي رأيت غوص وهاي لك الصفيحة ماذا الطافية خلاص هنا نفس الشي هاي الصفيحة اللي رأيت غوص ها وهذه هاي لك الصفيحة الطافية خلاص على مستوى الصفيحة الطافية هذه أيضا طافية هنا هذه الصفيحة هي الصفيحة القرية ماذا يتشكل؟ تتشكل مجموعة من الجبال وهذه الجبال تتميز أنها جبال بركانية يعني ها واش تعطينا؟ جبال بركانية وجبال بركانية انفجارية يعني بركانة ماذا ذات انفجار يعني لما ينشط البركان يأطينا انفجار أما هذا عبارة عن خندق يعني هذا المكان يسمى بخندق خلاص محيطي أو بحري زيت أما إذا كانت صفيحة طافية صفيحة محيطية خلاص هاي لك صفيحة طافية صفيحة محيطية رايح يكون عندنا ماذا؟ جزر بركانيا خلاص يعني هذي ستكون تسمى بجزر بركانيا والبركنة ستكون أيضا ماذا انفجارية خلاص جزر جزر بركانيا خلاص وهذه تسمى بصافيحة محيطية عليك طافية وهذه صافيحة ماذا قارية طافية وأيضا رايح يكون عدنا ماذا خندق يعني هذا المكان يسمى بخندق خلاص خندق سبا ان شاء الله تكونوا قد استفتتم معنا في هذا الفيديو تلخيصي للدرسة رقم 2 وليتناولنا فيه علش مزادة تحلم الكورو الأرضية بالإضافة لمستويب نيوف والعلاقة والربط بين درجة مستويب نيوف ونوع الصفايح التكتونية بالإضافة إلى التضاريس الناتجة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك